الحالة الثانية المتعلقة بتبادل الأصول تبادل الأصول المتماثلة مثل تبادل سيارات مع سيارات أو آلات مع آلات أو غيرها من الأصول والمعالجة المحاسبية هنا لا تختلف إلا في حالة واحدة حيث لا يتم الاعتراف بالأرباح المتحققة من عملية التبادل بينما يتم الاعتراف بالخسائر المتحققة من عملية التبادل على عكس الحالة الأولى المتمثلة في تبادل أصول غير متماثلة حيث يتم فيها الاعتراف بالأرباح والخسائر ويراعى الآتي كما ذكرنا وهو أمر لا يختلف عما تم ذكره في تبادل الأصول غير المتمثلة حيث أنه يجب أن يتم تحديد تكلفة الأصل الجديد الذي تم الحصول عليه بنفس الطريقة والتي تساوي القيمة السوقية للأصل القديم المتنازل عنه زائد أو ناقص النقدية المدفوعة أو المحصلة من عملية التبادل أيضا يتم تحديد المكاسب أو الخسائر المترتبة على عملية التبادل عن طريق القيمة السوقية للأصل المتنازل عنه ناقص قيمته الدفترية وكما ذكرنا في هذه الحالة في حال التبادل الأصول المتماثلة يتم الاعتراف بالخسائر الناتجة عن عملية التبادل لكن لا يتم الاعتراف بالمكاسب في عملية التبادل وذلك باستثناء تلك الحالات التي تتضمن عملية تبادل حصول المنشأة على مقابل نقدي وذلك بالإضافة إلى الأصل الذي تم الحصول عليه مقابل الأصل المتنازل عنه حيث يتم هنا الاعتراف بجزء من المكاسب التي تحققت في عملية التبادل والمثال التالي يوضح كيفية المعالجة المحاسبية لتبادل الأصول المتماثلة فإذا قامت إحدى الشركات باستبدال بعض آلاتها القديمة بآلات أخرى جديدة أكثر كفاءة لاحظ هنا أنه يتم استبدال آلات بآلات أي أن هناك أصول متماثلة مع بعضها البعض فإذا كانت تكلفة الآلات القديمة 600 ألف ريال ومجمع استهلاكها 320 ألف ريال ويجب أن نتوقفون أن القيمة الدفترية لهذه الآلات هي عبارة عن التكلفة 600 ألف ناقص مجمع إهلاكها أو استهلاكها كما ذكرنا سابقا في حين قدرت قيمتها السوقية بمبلغ 270 ألف ريال وقد دفعت الشركة مقابل عملية التبادل مبلغ 30 ألف ريال كما بلغت القيمة السوقية للآلة الجديدة 400 ألف ريال المطلوب إعداد قيد اليومية اللازم في هذه الحالة يتم تحديد تكلفة الآلة الجديدة الذي تم الحصول عليها بنفس المعادلة التي تم ذكرها سابقا بالقيمة السوقية للآلة التي تم التنازل عنها زائد المبلغ الذي تم دفعه القيمة السوقية للآلة القديمة 270 ألف وقامت الشركة بدفع مبلغ 30 ألف ريال كمبلغ إضافي لعملية المبادلة إذن تكلفة الآلة الجديدة بالنسبة للشركة تبلغ 300 ألف ريال المكاسب أو خسائر المبادلة عبارة عن القيمة السوقية للآلة القديمة ناقص قيمتها الدفترية أي 600 ألف ريال ناقص 320 ألف ريال إذن القيمة الدفترية هنا 280 ألف إذن خسائر المبادلة عبارة عن 270 ألف ناقص 280 ألف إذن الشركة حققت من وراء عملية المبادلة خسائر قدرها 10 ألف ريال إذن قيد اليومية على النحو التالي حساب الآلات الجديدة يجعل مدينة بتكلفة الحصول عليه وقدرها 300 ألف ريال ويتم إقفال مجمع إهلاك الآلة القديمة بجعله مدينة وخسائر استبدال الآلة 10 ألف ثم حساب الآلة القديمة يجعل دائنا بتكلفته وحساب النقدية دائنا بالمبلغ الذي تم دفعه في عملية المبادلة الحالة الخامسة في حالة الحصول على أصول كهبة أو تبرع في هذه الحالة تتمثل تكلفة الأصل في القيمة السوقية للأصل المتبرع به بناء على تقرير الخبير المثمن ويثبت ذلك في رأس المال الإضافي فعلى سبيل المثال بافتراض أن المنشاة قد حصلت على أراضي منحة من الحكومة بلغت القيمة السوقية لها بناء على تقدير الخبير المثمن أو على تقرير الخبير المثمن 100 ألف ريال في هذه الحالة يكون الإثبات كالآتي يجعل حساب الأراضي مدينة بقيمته السوقية بناء على تقدير الخبير 100 ألف وحساب رأس المال الإضافي منح 100 ألف ريال سادسا إذا تم الحصول على الأصول الثابتة مقابل إصدار أسهم في هذه الحالة يقاس تكلفة الأصل بالقيمة السوقية للأسهم التي تم إصدارها مقابل الحصول على هذا الأصل على النحو التالي فعلى سبيل المثال إذا قررت الشركة الحصول على مبنى مع الاتفاق مع صاحب المبنى على أن تصدر له أربعة آلاف سهم القيمة الإسمية للسهم 100 وقيمته السوقية 125 في هذه الحالة يتم إثبات تكلفة المبنى بالقيمة السوقية للأسهم المصدرة وقدرها أربعة آلاف سهم في 125 ريال القيمة السوقية للسهم أي تكلفة المبنى بالنسبة للمشاه تتمثل في 500 ألف ريال ويتم الإثبات على النحو التالي يجعل حساب المباني مدينة بتكلفة الحصول عليه كما يجعل حساب رأس مال الأسهم طبعا حساب رأس مال الأسهم دائنا بالقيمة الإسمية للأسهم والباقي يضاف إلى رأس المال الإضافي كعلاوة إصدار ومقداره 100 ألف ريال ترجمة نانسي قنقر